بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد لا يزال حديثنا في إطار الأسرة النبوية الكريمة منطلقا من الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وحديثنا يتناول إحدى شخصيات هذه الأسرة من النساء والتي تعد في بعض أعمالها سبقت غيرها ولم تتثنى في هذا الإطار فقد يذكر عن صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وآله أنها المرأة الأولى التي قتلت بمفردها رجلا من اليهود كان يريد أن يهتك ستر النساء أو أن يجد ثغرة إلى الحصن الذي كانوا فيه وسيأتي حديث عن هذه الجهة إن شاء الله صفية بنت عبد المطلب قريبة العمر من رسول الله صلى الله عليه وآله ربما تكبره بسنة أو قريبا من ذلك فإنها عندما توفي أبوها عبد المطلب قيل إن عمرها كان تسع سنين ومن المعلوم لا أقل هو المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة كان عمره ثمان سنين أو حوالي هذا المقدار فهي قريبة العمر قد لا نستطيع التأكد من الحساب الدقيق ولكن يمكن الإطمئنان إلى أن عمرها كان قريبا من عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتوفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بحوالي تسع عشرة عفوا بحوالي تسع سنين لأنها توفيت في سنة عشرين من الهجرة أيام الخليفة الثاني بينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله في أوائل السنة الحادية عشر بداية شبابها لم يكن شيئا ذابال قبل البعث وتزوجت كما يتزوج غيرها وكان زوجها في ذلك الوقت أي الزوج الأول أخا لأبي سفيان يسمى الحارث ابن حرب وهذا مات في تلك الفترة يعني قبل البعث وقبل الإسلام فخلف عليها بعد ذلك تزوجها العوام ابن خويلد والد الزبير الزبير ابن العوام ابن خويلد هذا والد أي العوام والد الزبير وزوج صفية وهو وهو في نفس الوقت أخ لخديجة بنت خويلد العوام ابن خويلد ابن أسد هو أخ لخديجة بنت خويلد أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أيضا بعد أن أنجب لها ثلاثة أولاد هم الزبير والسائب وعبد الرحمن أيضا قتل في بعض حروب قريش السابقة على الإسلام وعلى البعثة وكانت تسمى حروب الفجار أو الفجار وذلك لأن هذه الحروب كانت تحصل في أيام الأشهر الحرم فكأنما لجهة أن القائمين فيها والمتحاربين لم يلاحظوا حرمة هذه الأشهر كان ذلك فجارا وعرفت بهذا الإسم وهي أيام متعددة لأسباب متعددة الآن لسنا في صدد الحديث عنها فقتل زوجها زوج صفية في إحدى هذه الحروب ولم يدرك الإسلام بعد هذه الفترة نظرا لأنها هي شقيقة لحمزة بن عبد المطلب من أم واحدة أمهما هالة بنت وهيب لتزوجها عبد المطلب في نفس تلك الفترة التي تزوج فيها عبد الله ابنه آمنة بنت وهب عليهم السلام والد النبي بوالدة النبي في نفس تلك الفترة أيضا تزوج عبد المطلب هالة بنت وهيب وأنجب منها حمزة وأنجب منها أيضا صفية هذه العلاقة كونهما أشقاء من جهة وكون صفية ليست ذات زوج في ذلك الوقت جعلت ارتباط حمزة وصفية وبالعكس صفية بحمزة جعلت ذلك الارتباط ارتباطا وثيقا سوف يظهر أثره فيما بعد لما بعث النبي صلى الله عليه وآله كانت كانت صفية من المسلمات التي آمن برسول الله متى كان ذلك لا يعلم على وجه التحديد ولكن من المحتمل جدا أن يكون في وقت مقارب لإيمان حمزة عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله نظرا لما ذكرنا من العلاقة والارتباط الوثيق بين حمزة وبين صفية ومقتضى مثل هذه العلاقة التأثير من قبل حمزة والتأثر من قبل صفية بالرغم من أن هؤلاء كما ذكرنا مرارا أي أبناء الأسر الهاشمية كانت توجهاتهم على الديانة الإبراهيمية وكانوا يلتزمون بالأصول الأخلاقية والدينية الموجودة فيها فلما بعث النبي طبيعي كانت رسالة الإسلام ناسخة لكل ما سبق من الديانات فآمن حمزة ونحتمل جدا أن في نفس الفترة أو قريب منها أسلمت أيضا صفية تأثرا بأخيها حمزة أول ذكر يوجد عن صفية كان في يوم الإنذار لما نزلت الآية المباركة وأنذر عشيرتك الأقربي المعروف بيوم الدار في سنة ثلاثة ثلاثة للبعثة يعني بعد بعثة النبي في السنة الثالثة هذا خلي التاريخ في ذهنك رح نرجع إلى نزلت الآية المباركة كما يشير إلى ذلك المحدثون والمؤرخون نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فالنبي صلى الله عليه وآله التزاما منه بهذا التوجيه الإله والقرآن جمع عشيرته هنا الحديث سوف تكون له حديث الإنذار سوف تكون له طريقتان في الرواية طريقة الأولى ما نقله كتب مدرسة الخلفاء ومنها بعض صحاحهم واللي فيه حاصل الحديث هكذا أن النبي صلى الله عليه وآله جمع أبناء أبناء عبد مناف بني هاشم وعندئذ خطب فيهم وقال لهم يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا فاطمة هذا النص موجود يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب خذوا من مالي ما شئتم لا أمنعكم منه ولكني لا أغني عنكم من الله شيئا هذا التوجه اللي فيه الحديث المنقول في أتباع مدرسة الخلفاء يزيد أو ينقص ولكن حول هذا المحور فيه دعوة لبني هاشم فيه تصريح بإسم فاطمة بنت رسول الله فيه تصريح بإسم صفية بنت عبد المطلب فيه كلام أنه أخذ من مالي اللي تريدون ولكن أنا لا أغني عنكم من الله شيئا اعملوا لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وهذا الحديث منتشر ومشهور عندهم إلى درجة أنه استفادوا منه استفادات عقائدية الرواية لما تجي إلى أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام تتغير في الاتجاه فتقول عن علي عليه السلام أنه لما نزلت آية الإنذار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بني هاشم وقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية تصدقوني قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا قال فإني لكم نذير من عذاب يوم عظيم إن الله قد بعثني برسالته وإني أدعوكم إلى الإيمان بذلك فمن منكم يؤازرني في هذا الأمر فيكون أخي وخليفتي ووصيي من بعدي فانفض المجلس في اليوم الأول طبعا عمل لهم طعاما ووضعت فيه البركة بحيث أن هذا الطعام لم يكن يكفي لربع هؤلاء مع ذلك أكلوا وشربوا حتى شبعوا وقال قائلهم لقد سحركم محمد باعتبار هذا الأكل اللي ما يكفي إلى أحد كفانا كلنا ومع ذلك لم يتغير سوى لهم دعوة ثانية نفس الكلام أعاده وأخيرا قام لم يجب منهم أحد فقام علي عليه السلام وقال أنا يا رسول الله فقال أنت أخي ووارثي ووزيري ووصيي من بعدي فتفرق هؤلاء وبعضهم سخر من الموقف فقال لأبي طالب يا أبا طالب وكان حاضرا إن محمدا يأمرك أن تطيع ابنك والإمام علي ذاك الوقت كان عمره صغير تسع سنوات أو فيها الحدود عشر سنوات في هذا الحد تلاحظ أن اتجاه هذا الحديث لدى مدرسة أهل البيت فيه فضيلة ومنقبة ومنقبة ونص على وصية أمير المؤمنين وولايته وخلافته من بعد رسول الله فالطرف المقابل هذا الأمر ما موجود أصلا بل أكثر من هذا موجود فيه ما يشبه ما يشبه نفي أي أثر لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه أنا ما أنفعكم بشيء ولا أغني عنكم شيئا وهذا رحي شابه الكلام اللي سيقوله أحد صحابة رسول الله لصفية بنت عبد المطلب حتى بعد الهجرة ونقلناه في أول الليالي عندما زعم أنه رأى قرطها فقال لها غطي قرطك يعني حلقات اللي في إذنك غطي قرطك فإن قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا فغضب النبي صلى الله عليه وآله وخطب في الناس وقال ما بال أقوام يزعمون أنه لا تنفع قرابتي والله إن كل نسب وسبب هو منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي هذا الحديث الأول في هذه الشم اعملوا لأنفسكم أنا لا أغني عنكم من الله شيئا ما أفيدكم في هذا الاتجاه وقد ناقش بعض المحققين هذا الحديث مناقشة علمية جيدة وهو المرحوم المحقق السيد مرتضى العسكري رضوان الله تعالى عليه هذا الباحث إلى دراسات قيمة جدا أنصح الإخوة المؤمنين ممن يحبون المطالعة أو ممن يحبون أن يعرف الآخرين على أدلة شيعة أهل البيت في المسائل المختلفة في قضايا الخلاف المذهبي يخلوهم يراجعوا مثلها كتب هذا المرحوم مثل معالم المدرستين كتاب في غاية الجودة والإتقان مثل أحاديث أم المؤمنين عائشة كتاب متقن علمي بحث هادئ وعلمي وموثق من جملة ما ناقش ناقش هذا الحديث أنا أنقل إليك شيء خلاصة ترتبط بما نحن فيه الآن باعتبار أنه هذا مذكور فيه اسم صفية بنت عبد المطلب وغير هذا وهو الأهم أصبح من الأحاديث المنتشرة بين أتباع مدرسة الخلفاء والمجهورة عندهم لحد كبير فخلينا نخلي على الطاولة هذا الحديث أول أمر أن من من روى هذا الحديث إذا واحد كان من الحاضرين فمن هو إذا مو من الحاضرين عمن نقله لازم يكون شاهد عيان إن الإمام علي لما يقول لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين فدعاني رسول الله وقال لي اعمل كذا وكذا شاهد موجود هناك في الطرف الآخر من رواة هذا الخبر من زوجة رسول الله عائشة وأبو هرير الدوسي وأبو موسى الأشعري طيب أم المؤمنين عائشة عندما نزلت الآية المباركة في سنة ثلاثة هجرية كان عمرها إلى هي ولدت في سنة أربع هجرية هذا المعروف بينهم والمشهور يعني الحادثة وقعت قبل ولادة سيدة عائشة فكيف يمكن لشخص لم يولد بعد إلى الآن كيف يستطيع أن يروي حديثا بشكل مباشر تارة واحد يقول مثلا حدثني رسول الله أنه حدث كذا هذا معلوم يصير هذا ظاهر الرواية عن عائشة أنها قالت لما نزلت آية وأنذر عشرتك الأقربين دعا رسول الله بني هاشم وقال كذا وكذا وهذا ظاهره الرواية المباشرة مو عن رسول الله فهذا فد إشكال واضح يكون كيف يمكن لشخص لم يولد بعد أن يروي حديث قضية حدثت قبله ويرويها بشكل مباشر مو عن شخص آخر ونفس الكلام بالنسبة إلى أبي هريرة وإلى أبي موسى الأشعري هذان إنما وصلا إلى المدينة مسلمين سنة سبعة للهجرة النبي صلى الله عليه وآله استغرقت بعثته قبل الهجرة 13 سنة ثم هاجر يعني إذا تحسب عشر سنوات من البعثة زائد سبع سنوات من الهجرة شقد يصير سبعة عشر عاما هي الفاصل بين الحادثة وبين هذين وهذول لم يقولوا مثلا إحنا سمعناها من رسول الله ولا من علي بن أبي طالب ولا من أحد الحاضرين فهذه الرواية من الناحية السندية عند العلماء والمحققين إذا بهالشكل تكون ساقطة هذه الرواية غير صحيحة إذا ما إله السند متصل بمعنى يقول أنا سمعت النبي يقول كذا أو أنا كنت موجود ورأيت وسمعت هذه الرواية تكون ساقطة من هذه الجهة هذا واحد اثنين روح إلى المتن والمضمون النبي خاطب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا فاطمة بنت محمد لأنه يركزون على هذا يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا خذوا من مالي ما شئتم اعملوا لأنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا المحقق تاريخيا أن فاطمة الزهراء عليها السلام ولدت في السنة الخامسة للبعثة يعني بعد كم سنة من تاريخ حصول هذه الحادثة سنتين هي حدثت في سنة ثلاثة وفاطمة الزهراء ولدت في السنة الخامسة هل يؤقل أن يتحدث النبي عن فاطمة وهي إلى الآن لم تولد أصلا يا فاطمة أعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا باقي سنتين إلى أن تولد فاطمة سلام الله عليها على ما هو المحقق الصحيح في ولادتها من أنها ولدت في السنة الخامسة لبعثة رسول الله فيتبين أن هذا الكلام والاستفادة منه حتى يقول شوف النبي ما كان يرى أخوه باله ذول العصمة ويقول لهم قرابة متنفعكم حتى فاطمة أيضا تكلم عليها هناك يا بفاطمة إلى الآن هي في عالم الأنوار لم تولد بعد بقي سنتين إلى أن تولد طيب وقد حدثت هذه الحادثة قبل ولادتها بسنتين كيف للنبي أن يخاطب فاطمة المفروض أن واحد يخاطب شخص مكلف أنا أقول لك يا أيها المسلم أنت بالغ دير بالك على حالك اتق الله انظر إلى الآخرة حتى لو طفل موجود مثلا عمره أربع وخمس سنوات لا يحسن خطابه لأنه غير مكلف فكيف إذا أصلا غير موجود هل يصح أن يخاطب غير الموجود وغير المولود بالخطاب التكليفي وأنه أنا ما أغني عنكم شيء اعملوا لأنفسكم إلى غير ذلك ثالثا من أين كان للنبي صلى الله عليه وآله هالأموال اللي يبيح إلى الناس هذه أموال يخذوا منها ما شئتم النبي معلوم ما كان عنده أموال تقول أموال خديجة أموال خديجة مو يجي يسويها سبيل وصير فرهود حسب التعبير تعالوا اللي يبقى خليشيل خديجة إذا أعطته إنما أعطته في سبيل الرسالة مو أنه يا بني هاشم يا بني عبد مناف وشوف شقد كانوا ذاك الوقت خذوا من مالي ما شئتم جنو هذا الكلام اللامال هو عنده شخصي ولا أن مال خديجة يعد إلى مثل هذه الأمور أن أي واحد يأخذ يأخذ منه وما يشاء أيضا وحده والله يجي وشاء لكل هل هذا يعقل فيتبين أن هذا الكلام هذا الحديث بناء على الرواية التي ينقلها أتباع مدرسة الخلفاء يتعرض إلى هشك الإشكالات حقيقية في الموضوع من حيث السند ذاك الكلام أنه لم يكن أحد منهم شاهدا ولم ينقلوه أم من هو شاهد لا عن النبي من قول ولا من قول عن علي بن أبي طالب ولا من قول عن أبو طالب همما يعتقدون أنه كافر أيضا وما يصير وحد ينقل عنه وعلى هذا المعدل فإذن هذا الكلام الذي ينقل في كتب أتباع مدرسة الخلفاء في هذه المشكلة لكن هذا الذكر يذكرونه في النصفية مثلا كانت من المدعوات أو من الحاضرات نحن لا نستطيع أن نؤكد هذا المعنى لأن الحديث بناء على تلك الرواية التي فيها الأسماء فيها مشكلة بناء على الرواية التي في كتب مدرسة أهل البيت ما فيها الأسماء صفية وفاطمة وما شابه ذلك ولكن من المعلوم أن صفية آمنت في وقت مبكر ومن المحتمل جدا أن يكون ذلك مزامنا لإيماني حمزة عليه السلام بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا صفية هاجرت مع أبنائها أولادها وربما أيضا رافقت أخاها حمزة باعتبار مقتضى الحال أن يهاجر يسافر الأشخاص ضمن الحالات الاعتيادية مع أقاربهم إذا واحد كفيل مثل حمزة بشهامته ونجدته ومرؤته ومهذه أخت اللي عده هل علاقة الوثيقة معه من الطبيعي أن يصطحبها هاجرت إلى المدينة المنورة أول ما نلحظ إليها من دور صفية أنها شاركت كما نقل في غزوة بادر في غزوة بادر شاركت حسب تعبير المعاصرين في الخطوط الخلفية فكانت تساعد في سقي العطاشة من المقاتلين وتجلب الماء يعني يحتاج إلى استخراج هذا الماء وإلى إعطائه للمقاتلين وأيضا ساعدت كما نقل المؤرخون في مداوات الجرحة وما شابه ذلك وهي كانت امرأة جلدة وشجاعة وقوية النفس هذا في بدر ينقل عنها مثل هذه المشاركة في أحد نكبة سلام الله عليها بأخيها حمزة الشهيد في قضيته ذكرنا عند حديثنا عن حمزة كيف أنه لما ضربه وحشي بالحرب وشق صدره وبطنه ومثل به وجدع أنفه وأذناه والنبي تأثر تأثرا كبيرا في ذلك وكان لا يميل في أول الأمر إلى أن تراه صفية هنا تفصيل بعض المؤرخين ينقله إذا صح فهذا ينفعنا في الاستفادة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله أول الأمر لم يسمح لها برؤية حمزة أخيها بتلك الحالة حتى إذا أرادت الذهاب قال إني أخاف على عقلها يعني الصدمة من الممكن إذا شافت أخاها حمزة وهو بالنسبة لها كل شيء الآن زوجها من فترة طويلة غير موجود وأبناء إلى الآن لا يزالون ليسوا محل اعتماد كافي وأخ شقيق كان يرعاها طولها المدة قريب من خمسة وعشرين ثلاثين سنة والآن تشوفها بهذه الحالة الصدمة لتتعرض إليها لا سيما المرأة قد تأتي على إدراكاتها وعقلها فقال إني أخاف على عقلها قيل أن النبي استدعاها ووضع يده على صدرها وسأل الله سبحانه وتعالى لها الصبر والتحمل فهدت ولذلك عندما ذهبت إلى جسد حمزة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله نحتسبه وصبرا على قضاء الله حالة من التسليم والصبر والتجلد هنا البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وآله بوضعه يده على صدرها استخدم قدرته الغيبية الاستثنائية التي أعطاه الله إياها في صنع الثبات لها والتحمل وهذا من عقيدتنا أن النبي صلى الله عليه وآله بل والمعصومين عليهم السلام أعطاهم الله وزودهم بقدرات هذه القدرات بحسب الحكمة وعندما يحتاج الآمر يستخدمونها قدرات غيبية خاصة مو لعبة كل وقت يستخدمها فإنه في حربه في غزوة أحد مثلا ما استخدم القدرات الغيبية لقلب المعادلة انجرح وانهزم جيشه وتأذوا الناس لم يستخدم الحكمة لا تقتضي هنا طيب لكن في مثل هذه الحالة التي نقلناها لعل الأمر حسب ما يفسر بعضهم كان من هذه الجهن النبي أعمل ولايته وقدرته الغيبية في تثبيت قلبي صفية هذا احتمال الاحتمال الآخر الذي يذهب إليه آخرون أنه لا القضية هي ضمن الأطر الطبيعية والعادية ذلك أن من يصاب بمصيب أو تحدث له مشكلة أو يتعرض إلى اعتداء أو غير ذلك هذا يحتاج إلى دعم نفسي كبير جدا وتعضي الداخلي وإلا من الممكن أن ينهار من الممكن أن عقله يتأثر من الممكن أن مستقبله يتأثر وهنا خل أدخل فدمدخل إلى قضية اجتماعية أنه أحيانا يحصل اعتداء مثلا على طفل اعتداء جنسي أو تحرش أو غير ذلك أو يحصل اغتصاب لفتاة فييجي على سجيته مظلوما محطما يشتكي هذا الطفل لأبيه أو لأمه هذا الأب غير الواعي من الغضب والقهر يقوم يضربه يعاقبه انت يا كذا وما أدري شنو ويسبه وليش خليتهم يسوون فيه كذا وكذا يضربه ويهينه أيضا أسوأ عمل يمكن أن يصنعه هذا الشخص لابنه في هذه الحالة هو هذا العمل ليش لأن هذا لما يجي مثلا معتدى عليه من الناحية الجنسية متحرش به تحرشا سيئا هذا مهشا من الداخل محطم يحتاج واحد لم يحتاج واحد يحفظ يحتاج واحد دعم يحتاج واحد ينتش له منها التحطيم والتهشيم اللي تعرض إليه فإذا إجي هذا الوالد المحترم وفوق هذا ضربه وفوق هذا هزأ وفوق هذا سب وفوق هذا أهانه أنهى على آخر شيء لم يتحطم يعني إذا كان هذا صاير فتاة هلقد كل قطعة هذا يسويه طحين طيب وهكذا الحال بالنسبة إلى الفتاة يصير الله يجير بناتنا ونساءنا والمؤمنات من هذه الحالات السيئة من الاعتداءات ممن لا يخافون الله عز وجل يعتدى على فتاة يتصور هذا الأب أن المشكلة الآن هي مشكلة أن غشاء البكار فتح يا أخي ما هي المشكلة الأصلية المشكلة الأصلية الآن أكو نفس محطمة وشخصية مهدمة وخطر كبير على هذه الفتاة إلى المستقبل هذه في زواجها رح يصير عندها مشكلة هذه رؤيتها إلى المستقبل تصير مشكلة قد تصاب بحالة اكتئاب نفسي يؤدي إلى الانتحار في حالات طيب أنت يا أيها الأب يا أيتها الأم لما تجي هذه البنت بهذه الطريقة اعتدي عليها ارتكب منها العمل الفاحش اغتصبت لازم أنت تحافظ عليها لازم تعيد بناءها من جديد لازم هذا الكيان المهدم والمهشم في داخله والشخصية المحطمة التي تحطمت بهذا الفعل الشنيع لازم ترجع قدر الامكان إلى ما كان عليه وهذا يحتاج إلى حنان يحتاج إلى عطف يحتاج إلى تفهم يحتاج إلى استنقاذ إذا إذا أنت مو من أهل هالشغ لو ما تعرف ها تعال تشي مروح إلى طبيب نفسي يخبرك بالخطوات التي ينبغي أن تعملها معها ولذلك لأجل هذه الآثار التي تحدث من وراء الانتهاكات والاغتصابات القانون الدولي يعتبر من أسوأ أنواع الاعتداءات ويعتبرها جرائم حارب قضية الاغتصابات يصنفها في حد أكبر من القتل مع أنه هذه بالتالي كلها إنما هي ممارسة جنسية بحسب الظاهر على رغم إرادتها لكن هذه بعد خلص تكاد إذا ما تتعرض إلى استنقاذ وإلى علاج وإلى أخذ من هذا التحطيم اللي صارت تتحول إلى هيكل بشري هذا مو بشر بعد تصير نعم تلك التي ذهبت بإرادتها وباختيارها مسارها مسار آخر لكن هذه اللي تعرضت إلى اعتداء اغتصبت رغما عنها أجبرت على هذا الأمر هذه تحتاج إلى رعاية وعناية تامة طيب المشكلة اللي تصير عندها هذه أو عند تلك أو عند ذاك الطفل فهذه مشكلة عظيمة وكذلك أيضا الحال بالنسبة إلى المصائب إذا حلت مصيبة على واحد أو على واحدة ولاسية من النساء المرأة بالنسبة إليها تحتاج في أوقات المصيبة في أوقات الأحزان ولاسيما في مثل مصيبة حمزة تمثيل ضاري يعني الوحوش ما سوته وهذه شقيقة لعنها هل علاقة وياها هل أخوة العظيمة تجي تشوف بهذه الطريقة فالنبي المصطفى محمد رأى أن من الضروري أن يصنع هذا فكان أن مسح على صدرها ويقول أثر أيضا الرحم إذا يخلي إيده أو بشرته على الرحم الآخر يتأثر حتى لو عدو ينقلون قصة سالوقت ما يتسع لأخذها كلها منصور الدوانيق استدعى الإمام الصادق عليه السلام وكان في أوجي غضبه وكان مجهز السيف ليقتله فجاء الإمام عليه السلام إليه الليل أيضا الوقت الليل فجاء الإمام عليه السلام ووضع يده على يد المنصور طيب فهدأ فتعجب بعدين المنصور من هذا فقال إن الرحم الإمام قال إن الرحم إذا مست الرحم طاقت إليه وهدأت أي أكو رابطة رحمية ولو من فوق بس أفسدها البشر لكن يبقى أثر معين للرحم موجود فالنبي صلى الله عليه وآله عمل هذا العمل دعا لها عند الله سبحانه وتعالى وضع يده أيضا على صدرها هنا وهدأت واستقبلت المصيبة بهذا النحو ولذلك رجعت ومارست حياتها بشكل معتاد هذا معانها كانت قوية قلب وجريء صفية مع ذلك كانت تحتاج لهذا وقال بحسب النقل إني أخاف على عقلها شون يتبين قوتها في غزوة الخندق في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وآله جعل النساء في أحد الحصون في المدينة ومعهم حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت كان شاعرا مجيدا ولكن لم يكن شجاعا في الخندق كان اليهود بنوا قريضة كانوا متحالفين مع قريش وكانوا يحاولون يخربون من داخل المدينة هم في داخل المدينة تقول صفية فلما كنا في الحصن حصن فارع اسمه ما كان مرتفع نظرت وإذا بيه يهودي يحوم حول الحصن إما كان يراقب وإما كان يريد يلتمس غرة وإما كان يريد يشوف في أحد لو لا فتقولي جيت إلى حسان قلت له يا حسان ذاك من اليهود جاي أخشى أن يلتمس مننا غرة ويهجم علينا فخذ السيف وروح قاتله فقال لها حسان تعلمين أني لست من أهل هذا الأمر أنا مو من أهل القتال لو إش جابوني يخلوني طيب لو من أهل القتال كنت أروح المعركة لست من أهل هذا الأمر طيب يا بس سامحة أنت مو من أهل سامطرين إلى هذا قال لها مسامحة حسب تعبير ذاك عندما قيل له تعال قاتل إلى جانب جنود صدام قال ألف مرة يقولوا أنا قبان ولا مرة الله يرحمه زين خلي يقولون جبان وتصير بإسمي الركبان بس هالرأس هذا خليه على حاله فهي قامت شافت التهديد جدي وخطورة فيه فتمنطقت يعني شدت على وسطها منطقة وحزام وأخذت عمود ونزلت تتختل إلى أن وصل قريب الباب اللي هم في ذاك يريد يجي ومثلا يقتحم الباب بهدوء ويشوف شنو القضية هي أيضا شخصت هذا الأمر راحة اختبأت وراء الباب حتى إذا جاء شالت العمود بأقصى قوتها وضربته على رأسه فقتل في ساعته ثم شالت جنازته وألقتها إلى الخارج حتى تعطي رسالة إلى اللي وراه أنه ترهني ناس في نساء رجال حسب التعبير وفيه رجال نساء طيب ترى فيه هنا رجال لأنه إذا علموا أنه فقط نساء موجودات بالتالي من الممكن أن يهجم اليهود أو غيرهم على هذا الحصن فألقت بجثته صارت تحت رجعت إلى داخل الحصن وقالت لحسان يا حسان الآن مات هو هذا أروح أسلبه أخذ السيف اللي عنده أخذ الدرع اللي عنده أخذ هالأشياء تسوى هذه قال لي حتى هذه أنا زاهد فيها ما أريد أخذها فهد مرة يتعفرت ويقوم عليها شمدريني طيب فلم يقبل بذلك قال حتى هذا أنا لا لا أسلبه ولا أذهب إلى ما أحتاج إلى سلبي قالت له لو أنا لو ما كان رجال أنا كنت أروح أسلب أشياء بس رجل ما يصير بعد أروح أنزعه أشياء وأنا أمرأة أقول هذا مع شدتها وقوتها وشجاعتها وهي أول امرأة قتلت رجلا من اليهود بهذا النحو وحمت بالتالي هذا الحصن افتهمه اللي وراه أنه هناك من يوجد حماية وقال بعضهم هذا ما ظننا بمحمد أن يفعل ألا يترك الحصن هذا الشكل طيب وبالتالي لم يهموا ب أن يهاجموا من جديد مع قوتها مع شجاعتها مع جرأتها بس مع ذلك أيضا كانت تحتاج إلى من يهدئ قلبها سلام الله عليها استمرت هكذا وكانت فيما فيما نعتقد محافظة على خط بن الزبير زين زبير وإخوة أن يكونوا في خط غير العداء لأهل البيت ليش ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ابنه الميشوم عبد الله ليش نعتقد أن هذا راجع بشكل أساسي إلى تربية صفية بن عبد المطلب الآن هو تحت إيدها أبوها أيضا غير موجود توف قتل منذ مدة طويلة فالتربية التي تلقاها الزبير في أول الأمر هي تربية صفية وإلى أن توفي رسول الله أول سيف شهر في نصر علي كان سيف الزبير ضمنها الإطار هذا سيف الأول سيف شهر للدفاع عن حق أمير المؤمنين كان سيف الزبير وهذا معنى ما زال منا أهل البيت من جهة من جهة الأب قريب من خديجة من جهة الأم ابن عمة النبي وابن عمة الإمام علي طيب وضمن هذا الإطار كان منسجما فيما بعد تغيرت الأمور هي توفيت أيام الخليفة الثاني وأيضا صار إلى هو اختيارات أخرى وصارت إلى شخصية في ذاك الاتجاه من زمان الخليفة الثالث بدأ يأخذ اتجاه مغاير خصوصا لما كبر ابنه عبد الله ابن عبد الله أمه أسماء بنت أبي باكر زوجها في وقت مبكر الآن صار عمره كبير وهذا ما تعرض إلى نفس التربية التي تحثه على أهل البيت ما عنده مثل صفية بنت عبد المطلب الذي اداريه من عمر صغير تلصقه بهذه العسرة فكانت إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله ضمن هذا الإطار تربي أبناءها عليه وعندما توفي رسول الله رثته بقصائد كثيرة بقصائد بقصائد كثيرة وهي كانت شاعرة مجيدة حتى أنها في سن التاسعة رثت أباها عبد المطلب بشعر قوي من عمرها تسع سنوات الآن وهي عمرها في زمان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين خمسة سبعة وخمسين أو ستة وخمسين سنة أو هالحدود هذه أيضا لا ريب أن شعرها كان شعرا ناضجا وقد نقلت عنها قصائد كثيرة في رثاء رسول الله صلى الله عليه وآله منها ما هو متداول في قولها لرسول الله راثية إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم فقد نكب قد كان بعدك أنباء وهمبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب وهكذا تخاطب فاطمة الزهراء سلام الله عليها تخاطبها أفاطم بكي ولا تسأمي يعني ما دام المفقود هو النبي ينبغي أن تبكي كثيرا ولا تسأمي من البكاء أفاطم بكي ولا تسأمي لصحبك ما طلع الكوكب هو المرء يعني النبي هو الذي هو الشخصية التي تستحق البكاء هو المرء يبكى وحق البكاء هو السيد الماجد الطيب فكانت تحرض فاطمة عليها السلام على أن تقيم النياحة والبكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة أيضا دمعتها جارية على أبيها المصطفى ما تحتاج إلى واحد أن يحرضها على ذلك ها هي بعد أن فقدت أباها تخرج في كل يوم إلى قبره من منزلها وتأخذ قبضة من تراب ذلك القبر تشمها بأنفها وتمسح أطرافها على عينيها وتقول ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب يعني إذا واحد ياخد تراب قبر النبي لا يهم بعد ذلك أن يشم العطر فإن في هذا التراب عطر رسول الله وأن المصائب التي صارت علي حولت النهار الأبيض إلى ليالي سود صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن ليالي قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت سمع صرختي وندائيا ماذا تنادين يا فاطمة تقول قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حمى ليالي واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي برداء يا أبو براهيم يا مخدوم الأملاك قل لي شلون صبري خلاف عين آياك يا أبو يا منبرك موحش الفرقاك وعليك الكون كل صار أظليم يا أبو براهيم يا أبو براهيم من عقبك مظلم الدار تدرش صايا غار يوم الهجمة الأنصار والباب بحط أبراد التحرق ونار والباب بحط أبراد التحرق ونار والدخان من قبر على ترن على ترن يا أه أنا قمت للباب لاشن ما علي حجاب أنا قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي العدو من صريت خلف الباب أولي أولي عصرني وسقط المحسين عصرني وسقط المحسين وصدر عاب ضلع كسراه جنيني أيست منه نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقضي حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات الله سيئاتنا شكرا